بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومرحمة بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالي ريكمبروندر كالعادة طبعا كنا قد انتهينا مع الجو بوسيني راكونت سابر مونات إذا كما قلنا بوسيني يحكي نزهاته طبعا وصلنا إلى هذه الكلمات التي عندنا هنا نأخذ الوكابيلار نبدأ بصمو لوتوى لوتوى يعني السقف نتكلم عن سقف المنزل يسمى لوتوى لاميزون اي كوفيرت با انتوى إذا المنزل اي كوفيرت هنا طبعا عندنا لوفاب كوفير لوفاب كوفير فعل غلافة أو فعل غطة طبعا عادة الفعل هذا النوت يتصرف مع أفوار مثل تكلموا على فعل غلافة أو غطة إذا نتكلم عن فاعل يغطي شيئا آخر هنا نتكلم عن المنزل هو المغطى طبعا إذا نتكلم عن كلمة هي كلمة مؤنتة كم تشوفه بشي بحل في اللغة العربية لأن كون كانت الكلمة هنا مذكرة سنقول هنا سنحذف أدء إذا حسنا كل منزل أم استطاع المغطة المغطى 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 بساقف المغطى 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 تأذف ثم ارسم منزلا بساحة ثم ارسم منزلا بساحة كلمة طراث لها معاني طبعا نتكلم عن ساحة امام المنزل او حتى فوق المنزل نتكلم احنا عن الرصيف تلك المساحة التي تكون بجانب الرصيف اذا تسمى ايضا طراث لطراث ارسم منزلا بساحة ثم ارسم منزلا بساحة موعيانة دسين اينم اذا ارسم منزلا بساحة موعيانة دسين ان منزل د chợ اينم اذا سعجز ايضا طراث ودف оноDIA اỉ 오ها بعد ان تسلق لivesse belangrijk نظمر بيان رمي اذا يجز كلم جيدا رمي اذا حصل لكم أن نتكلم عن رمي نظمر بيان كل هذه الحالة ولكن هو لم يتعرف عليه جاءت لحظة معينة ولم يستطع التعرف عليه كما نقول هنا بأنه لم يستطع أن يعرفه مرة أخرى كما نقول بأنه لم يستطع أن يعرفه مرة أخرى عدنا الوفاب كونتر ثم عدنا الوفاب وكونتر كما نقول أنك تعرف مرة تانية وممكن أن تعني أيضا أن تتعرف على الشيء وعند المعنى آخر أنك تعترف لشخصين مثلين بجميل إذا نتكلم عن ركنتر روني كوني بي غيمي ما أنو لا با ركني روني أنو يعرفه جيدا غيمي ما أنو لا با ركني ما أنو لا با ركني ولكن هو لم يتعرف عليه طبعا هنا عدنا لغير كونتر مصرر في البرزن فلا مبارفة نقول روني كونسي كونسي هنا فلا مبارفة هنا عدنا روني كوني روني يعرف هنا عدنا لغير كونسي دوغير كونسي تقريبا تتشابو منحيط لغير كونسي لغير كونسي لغير كونسي و لغير كونسي نقول مثلا روني أخوني روني أخوني صنفرير مثلا عرفة أخاو هنا عندنا إنو لا با ركني ولم يتعرف عليه لماذا روني لم يستطع تتعرف على رمي كار مي أرمي لغير كونسي يرجى أنه 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 يرجى هو زمان تدل أيضا على الماضي ولكن نشكل فرق بينه وبين ماضي آخر مثلا الباسي كومبوزي اللي عدنا مثلا ما إنو لابا عو كوني كان ممكن نحديف لانيقاسون فنقول ما إيل لا عو كوني ما إيل لا عو كوني ولكن هو عرفه أو نقول مثلا إلا عو كوني غيمي إلا عو كوني غيمي إذا هو عرفه غيمي هنا عدنا طبعا هو زمان أيضا في الماضي كما قلنا ولكنه يأتي قبل ماضي آخر هنا عدنا غوني غوني كوني بغيمي غوني أنو يعرفه جيدا غيمي ما إنو لابا عو كوني ولكن هو لم يتعرف عليه متى؟ متى هو لم يتعرف عليه؟ غيمي في الماضي وقبل أن يراه غوني هو وضع ماذا؟ وضع ماذا؟ إذا قبل من هاد اللحظة لي غوني اللي غاي شوفو وما يعرفوش يعني قبل منا غيمي كنوضع ماذا؟ ماذا؟ إذا نتكلم عن واحد الماضي تنعبر عليه البلوسكو بارفي هو قبل من واحد الماضي آخر إذا هاد فنتينفع البلوسكو بارفي كما تلاحظو كاريمي آذيمي دي لينات لأن غيمي كما لو نقول قبل دياليك هذا هو المقصود بهد البلوسكو بارفي غيمي قبل دياليك وضع ماذا؟ دي لينات دياليك وضع ماذا؟ 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 تبدأ بالحرام، بين الوجود، بشيارة الوجودة تبدأ بشيارة الوجودة تبدأ بشيارة الوجود في سيارة الوجودة طبعا يجب التفريق بين كلمة tente بذلك الشكل ثم كلمة tente بأق في بلاستة أ والتي تتعني الخالة أو العمة أو زوجة الخال أو زوجة العم إلى غير ذلك تسمى la tente نقول مثلا جوفالي شما tente أنا سأذهب عند خالتي أو عند عمتي أو عند زوجة خالة أو زوجة عمي إذن نقول la tente هنا عندنا la tente مكتوب بدء أ تعني الخيمة مثلا لصفالي ولون سأذهب من قول من قضرة سايحة الجرور على ترجمة امات بعد سיפية في بلاستة سيفر الناس ينبير أيضا للقضرة ينبير مإشترا ولون قول كما رأينا فيما سابق كلمة klon تعني مهرج وصيرك في الصيرك لكلون فنغير تول الموند إذن المهرجون فنغير يعملون على ضحك تول الموند الكل أنهم يضحكون كل الناس الحاضرين وصيرك لكلون فنغير تول الموند ثم لدينا كلمة جونغلي كما رأينا فيما سابق لجونغلي اعجل أن تقوم بها الفعل لجونغلي أجت بعض الموند يعني أنا نرمي عدة كورات دفعة واحدة وتابق كل كورات معلقة في الفضاء لجونغلي أجت بعض الموند الكل يأجت بعض الموند الكل يعني أنا نرمي أجت ونحسى لحب جاتي وفي الموند الكلام عدة كورات ثم عندنا الإفخاز نقول مثلا على هذا الشكل ممكن أننا نأتي بعدة عبارات على هذا المنوال نقول مثلا طبعا هنا لدينا لحدث نقول مثلا نقول مثلا نعدنا الأمر هنا نقول مثلا رموة تسكوتي ما بخي ارجع لي يعني فعل اعادة ارجع رموة يعني ارجع لي اعيد لي ارجع لي تسكوتي ما بخي كل الذي ما بخي اخذته مني هنا عدنا لغة بخندر بالأحراء عدنا لبارتسيباسي الخاص بفعل بخندر لي هو بخي تسكوتي ما بخي كل الذي انت أخذته دو موة دو موة مني أنا متنان رموة تسكوتي ما بخي ارجع لي كل الذي انت أخذته مني ارجعلي بهذا ارجع لي دون موة اعطيني ديما عدنا هدل verب لو verب دير لو verب رندر لو verب دانلي تو ما عدنا لو verب montrey تو ما لو verب raconter كل هاد الافعال المصرفة على الامبراتف فالأمر اعيد لي اعطيني كل الذي انت وجدت لدينا ايضا الافعال المصرفة على الامبراتف حال الافعال السابقه اعطيني اعطيني لدينا الافعال الافعال الابراتف إذن المصرفة من الامر vigilant كل الذي انت ربيع أو أنتري بحدي؟ رأقوني اخي لما تنفسون تقول الرائطة رأقوني اخي لما تنفسون تقول الرائطة أنا نسرقة صحف شق ،عني لêm أخروج للة وانخير وانخيف رأقوني صحف مرد هل أنت في نفسه؟ أيني نفسه الديويتة؟ أنا لها ت symективة مفاد في اشعر كنت لكن يجب أن Hombre يتوجب عليك أو سيتوجب عليك أو عليك بحالة مذكر بأن تتنبأ. نقول مثلا يتوجب عليك أن تنام باكرا. طبعا هنا عندنا كم نقول أنك تجعل نفسك تستلقي أو تنام. يتوجب عليك بأن تنام باكرا. يتوجب عليك بأن تأتي لتراني. طبعا الأفعال التي تتكون بعد الشكل هذا تتكون بعد ك كم نقول بأن تأتي بعد أن تقريبا كم نقول بأن تأتي بعد أن. الفضاء يتوجب بمعنى آخر يتوجب عليك. هذا قد نعرفه من خلال تتمة الجملة. أما هنا لدينا الفضاء يتوجب. يتوجب عليك يتوجب عليك يتوجب علي أنا يتوجب علي هو. كيفاش قد نعرفه بأنه يتوجب علي أنا أو عليك أنت أو عليه هو مثلا إلى غير ذلك. بعد تتمة الجملة. تو فيان كتو فيان بأن تأتي. أكيد هنا يتوجب عليك أنت. إذا تكلمنا عن بنت. إذن هنا يتوجب عليك. إذن الفضاء كتو فيان مووار. طبعا كما قلنا هذه الأفعال التي تتجين بعد ك كم نقول بعد أن. يتوجب عليك بأن تأتي لرؤيتي. نقول مثلا. نفس الطريقة بيننا. 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 يتوجب عليك بأن تقول لي بأن تقول. الفضاء كتو فيان مووار. يصرف كما ترى مختلف. إذن نتكلم عن طريقة بيننا. طبعا هناك عدة حالات يكون في الفعل بعد الشكل. يتوجب عليك بأن. أو يتوجب عليه أن. أو يتوجب علينا أن. إلى غير ذلك. هاد إيل أم برسونال. ما تتعودش على الشخص. يتوجب. شو نقول لي يتوجب. هي تقال هكذا. إيل فضاء. كتو موديز. يتوجب عليك بأن تقول لي. سكتو فيان. يتوجب عليك بان تقول لي. سكتو لم يغير ما تريدك عن جنوبي fårceğiz. يتوجب عليك plan تقول ليجنوبيا. ثم عندنا العبارات هل يمكنك أن تقول لي كيف هو دخال هنا؟ هل يمكنك أن تقول لي كيف هو دخال هنا؟ أو كيف هو ناد كما عندنا هنا عندنا لغير سابلي هل يمكنك أن تقول لي كيف عليا أن أفعل؟ عليك أن تقول لي ماذا عليا أن أفعل؟ هل تستطيع أن تقول لي ماذا يتوجب علي أن أفعل؟ كيف عليا أن أفعل؟ ثم عندنا على نفس التركيبة نقول عندنا نعلم بشانتي إنه ألا الذي يجري الأحسن إنه ألا الذي يجري الأحسن من الآخرين إنه ألا الذي يعمل الأحسن هو ألا الذي يقوم بأحسن عمل ثم عندنا إنه دائما هو كما نقول الأحسن الذي كان يعرف سلوس الذي كان يعرف دروسه ست تجولي كي سعفل ميو سلوس هو كان دائما نفسه كي سعفل ميو الأحسن الذي كان يعرف سلوس دروسه هو اللي كان دائما تعرف دروسه مي ست مو كي إكخيبي لميو ولكن لقد كنت أنا مي ولكن ست مو لقد كنت أنا كي إكخيبي لميو ولكن لقد كنت أنا الذي كان يكتب الأحسن كي إكخيبي لميو الذي كان يكتب الأحسن إذن هو كان يعرف دروسه الأحسن ولكنني أنا الذي كنت أكتب الأحسن ميسيتي مو كي اكريفي لو ميو طبعا هنه عدنا لوفير اكريغ الان بارفي نستقنف فقالات القادمة ان شاء الله حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله